السلام عليكم أهلا وسهلا بكم مع أزائي المتابعين يومنا نشوف السبحان 144 من كتاب باسخير الفرنسي المستوى الثالثة إعدادي والسؤال الأول يقول غيربون أو كيسيون أجيب عني الأسئلة هناك سيطة البرنسيبو برسوناج للإسطار أذكر لنا الشخصيات الأساسية أو الشخصيات الرئيسية في القصة عندنا الناراتور الراوي الراوي اللي هو والدوك ناس جيران مادام جاوين ديك المرأة اللي كان يدربها رجلها موسيو جاوين هو ذاك الرجل اللي كان القرأة اللي كان يدخل سكران واللي تشد في الحبس الاساساء القاتل الحقيقي الديتكتف بريفي يعني ذاك المحقق الخاص اللي خلصو هاد سيد جاوين باش يبحث عن الأدلة لابوليس الشرطة وموسيو ومادام لدوك يعني ذاك سيد جيران اللي ولدوك هو هاد الرئيسية دوزو سؤال المورا كيه لنراتور مان هو هاد لنراتور هاد الرئيسية هو سي لفس إنك كيه غلنا كانا هو ان ابن الوحيد ديال السيد السيد والسيد لدوك هنگل كالي سا رلاشن اوك لنشخصيات هاد الرئيسية شنو دخلوك هاد الشي انقلو باناو سي لفيس ديال فامي لدوغ كالك هو ولد عائلات لدوغ وجار عائلات جاوين هو ولد هاد الشي ودار العائلة اللي فيها وقعت الجريمة متاهموا بان رجل قتل المرت وهذا جار همي انا ساكن احدها هناك غولي بل بخانسيبو افنمون دو لا نوفيل جبدلينا يعني الاحداث الرئيسية لهاد القصة هنقول الاحداث الرئيسية لهاد القصة انا كسبتهم لكم هنا موسيو جاوين مالتخي تصفال السيد جاوين كيت عدا ولا كيت كرفس على مراتو كيت رب مراتو لا بوليس دكوفر لكور دم جاوين البوليس كتشفو الجوتة ديال السيدة جاوين لا بوليس انباك موسيو جاوين سويد اى افوس بيست الشورطة اعتقلت السيد جاوين يعني حت تبعت واحد تريق غالطة واحد تريق غالطة انا دك الكسمية اللي تكتبت وهذا بان رأهو القاتل اذا دم جاوين تريق غالطة لكور يتقلت او ديزان 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 يتقال او ديزان او خدام واحد محاقق خاص محاقق خاص يتقل سا لباتي سويد او سويد ومن بعد خدام البراق ديزان تبع الواحد الحكم تاني يعني اوحد وقع هذا الحدث شنا نقولوك لسوار س ديرول او تخيميوك يعني هاد القصة وقعت في تخيميوك شكنو هاد تخيميوك هو سيد ان بتي vilاج واحد لقاريا صغيرة سيطيئة دون لباي بيغودان وقع في بلد بيغودان نان لون دو بيغودان لباي مبعد شكرا لباي هنا كان متى او 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 ماتى لسوار سباس لباي دون نوال القصة وقعت في الليلة الرأس السنة واضح لأن سيد كان يساعد الولد كان يساعد لهذا يال او رليف دون لتكست لدينا من نص ثلاث انديس تظهر انديس تظهر الانديس ثلاث دلائل لأن هذا النص ينتمي الى القصص البوليسية نوع القصص البوليسية او النوع البوليسي كان مثلا الانديس شرط مدكور او مرد قتل او 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 انديس يمكن منهم مزاف ثالث سلين او نوع ان بس نار تظهر او بالاسود على مقطع يكون فيه الحكي يكون فيه التعويض المحاجي او بالزرق نستطر لنا المقطع الوصف نشوف النص ونحاول نستطر بالكحال على التعويض وبالزرق على الوصف كما تشوف الفقرة الولى فيها الوصف او يصف نبينا مراز وينة عندها رطي وينة عندها عينيها وينة عندها وينة هنا وصف هنا تعاوض واحد نار وينة 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 هنا هنا محاجي وينة وينة هنا هنا وصف الوصف بالزرق وهذه هي بالاسود واضح ارجع الاسئلة دينا دينا سبحان 14 ثم لدينا السؤال الرابعة قال كيف تلك كيف 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 مدام جاوين هي الضحية تدروي شمس التي كان تكرفس عليها راجلا ولا تكرفس عليها المجرم قتلها بالموس إذن كان اللي زغب وكان اللي ما عند زهر حيات كاملة كيف تدوز مع الدباء هنا السؤال الخامس قال كيف العغم دو كيم اتو اللي لإنقل باش يعني باش يأيد الاتهام على السيد جاوين هو المو هو ذاك الكلمة اللي مكتوبة بالدم ديال الضحية يال المو مارت حال مارت ما كم الترش كيف يتكري اوك لسون د la بيك تكري سبعان غاك فى كورس اشاك اتاب د la نوفال لباس كيف حاول مطابقة كل يعني كل مرحلة من مراحل القصة البوليسية مع الكلمات اللي فى النهاية ديالها فهذا الجدول التالي انتم ماذا تعرفتم على المراحل القصة البوليسية كيف تبدأ كيف تبدأ بسيتي الانيسيال اللي يكون في ها ديال المراحل فش كانت بقى تدل الماكياج وكذا وها ديال مواقع الانيسيال هي فش تلقى مقتولة وإلى غير ذلك الانيسيال يتناسب كل مقاطع اللي تناسب كل مرحلة من المراحل اللي ينقص البوليسية الانيسيال قلنا فكاش كاتب وفكاش كاتسالي وضعية الأولية تبدأ من العشية ديال الرأس السنة ميدادية وثال ك ديبان اللي لا تفش منهم غير يعني ما يجي منهم غير الشر ما يجي منهم شي حجم زيان الانيسيال مودي كاتب او الانيسيال مودي النصر المزعيش هو 1 يبدأ من 1 jour 2 قطو يعني 1 نهار يجي تلقى 100 وفي طعانات الانيسيال يعني الأحداث الوقائع والمغامرات من للندمان تل دوسيال يبدأ من للندمان تل يسارف دوسيال ولي دينو يعني تحل العقدة الجاربة من آخر تل سكسكوز يعني 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 يش تل براءة ديالو مغتا وصحفة ما عطرت له لا صحفة ولا عدالة وضح ما خلق حال لا ما عطا وش حقه ندوزل ثامنا وأخيرا هنا قال لك كوش العلم على الخانة الصحيحة وعلي وعلي الجملة واخدها من النص عطينا الدليل من النص هنا قال لك مادام جاوين ديز او جون كسون ماري لابطي قلق مادام جاوين هالسيدة جاوين كانت تقول الناس بأن راجلها يضربها لا ما كانت تقول والداليل لأن ما كانت تقول يا مسكين هي كانت تغطي تغطي بدا كده لفن ديز بشمي بانوش درابي يعني ما فاجلت باوحيت لأول مش بوحاطية من 14 والحاجة التانية هو انها كانت تقول لهم بأن الناها تأل اشاف وزروقي والذي كانت تقول لهم راجل تراجل الدليل هو انفان المي ديز فن ديز كانت تغطي بشتغطي الزروقي واضح هنا هاتجملة المراقعة بحسب الراوي مادام جاوان نو فلي باوحيت سماري اكوز ديز بحسب ديال نيت هو يقول بان السيدة ما كانت تفرق معه باش تورت تصبر على الورد وهذه هاتجملة التي يقول هو ليس صحيحة واشنو دخلنا لفراسة لكن نقول هو اجملة بالصحة تصيد هاذا واش فكر فيها ايه فكر فيها والداليل من هو جاو ديز راست معه بان سماري الورد هنا تاني هاتجملة هاتجملة تتخبر الانفان هاتجملة تعودت لنا انطلاقا نعم الداليل هو يقول انا 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 والد الوحيد السيد والسيدة لدور لتحرق انطلاق الانفان كيف تبت البراءة السيد جاوان امبوش استأجار او استخدم ادتكتيب محقق خاص نعم استخدم والداليل من الناس هو امبوش ادتكتيب خاص لتحرق المحقق خاص وهذا كيف نحن سبحانه 144 الى لقاء